هنفتكر مع مشاهدي صباح الخير يا مصر أهم أدوارك اللي قمت بيها وانت صغير لكن ليه سنوات الاختفاء دي كلها وبعد كده قررت ترجع التمثيل تاني والله موضوع سنوات الاختفاء ده يعني أنا كنت من الأطفال في الدراما المضغوطين جدا يعني يعني أنا أول حاجة عملتها كانت ليلة الأبد على فاطمة كانت سنة 82 مرورا بوجي بطمطم بقى أجمل الظهور زهور من نور برداماني يعني الترقة بتاعت السوديو عشرة دي اللي قدامك ودي دي خدت مني رقات أنا كنت يعني بقى بلعب هنا ستغمى يا بره في الحد تدي ما كانت احنا عايشنا هنا المسلسلاتي كابتتصور في التلفزيون مصر كلها كابتتصور هنا في السوديوهات التلفزيون طبعا 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 يعني يعني البرلمان الصغير كان هنا كان في حاجة اسمها كانوا في طفولاتهم وحياتي كانت في السوديو اللي قدامك على طول ده ترنامج حياتي وستديو واحد واتنينكم نعمل فيهم لا إله إلا الله ومسلسل لا إله إلا الله فيعني الواحد عاش حياته كلها في طرقات المبنى يعني بس فكنت بقى باشتغل مصرح كنت باشتغل دراما لالي الحلمية بوجو طمطم الوسية جيت عند مرحلة الوسية دي فلاقيت نفسي كطفل مضغوط جدا يعني يعني مش عارف عاش طفولتي يعني بس فقلت لا انا مش حاجة أكمل تاني يا عم هيديكي والريد طب دي بلاش طب استنى طب اسماعيل عبد الحافظ اسزنا اسماعيل عبد الحافظ يعني وبعدين اشتغلت معه في قاللي الحلمية الجزء الأولاني واشتغلت معه في الحلمية الجزء التاني واشتغلت معه في الوسيقي فأست pilgrim ismail يعني بالنسبة لي هو اللي عمل النقلة اللي في حياة أحمد عزة كطفل يعني تمام بس فجيت في الفترة دي قلت لا أنا مش عايز أكمل اللو كان عندك كم سنة؟ 13 سنة 13 سنة ومن 13 سنة الحين عودتك طول الفترة دي كنت فين؟ عارف موت الزمرو كده يعني تجدوا بتلعب أه بالظابط كده أنا معرفت شيع بعدي يعني أنا أنا عبارتي يعني أنا خلصت دراستي وبعدين لأيت يعني أنا خريج اتجارة أصلا محاسب أصلا وبعدين لأيت نفسي مش في الحتة اللي أنا عايزها مش بتاعتي في الآخر يعني فهنا عملت محاولة ده كان يمكن سنة 2002 عملت الرجل الأخضار عمرو بن العاص مع أ fastest sometime sur Miguelしょریф واشتغلت في الأصدقاء في فترة دي وبعدين الظروف برضو ومش بإيدي اضطرت إلي أنا أبعد تاني بس بعادي ده بقى دخلت في المونتاج فأنا يعني دخلت في المجال لمست شوية في المجال يعني آه بالضبط ما باعدتش فكملت بقى في المونتاج أنا مسك دلوقتي المونتاج في القناة فضائية وحالين الحمد لله رجعنا طبعا هنعارفين زميل مهنة كمان هنعارفين ده بس أصد أن الفترة فاتت دي هل كنت مهتم أكتر بشغلك ولا كنت برضو بتفكر فأنت وضحت أن أنت برضو كان في دماغك الموضوع يعني جدا أنا في دماغي الموضوع أنا كنت كل على فترات متبعدة بحاول لأنا أكون متواجد بس الظروف ما كانش سامحة يعني لغاية ما جيت في 2019 أنا ابن صغير شكلي يعني رايب مني في الشبهة أويفة كانوا بيقولوا له دايما في المدرسة كان فيه واحد زمان بصغير بيمثل شكلك هو أنا آه سامر ابني فلولت حاسس أن يعني بابا كان يعني حد يعني أنا كنت من أشهر الأطفال في التلفزيوني في الفترة دي يعني لا دايما كمان الفنانين لما بيطلعوا في وقت الطفولة ما بيتمحوش من ذاكرتنا مش عالف لأي بالضبط بالضبط لأنه هو الطفل بيكون تأثيره كبير قوي على المشاهد يعني وإحنا بندور عليه لما كبري يبقى عمل إزاي أه هذا الوقت بنشوف مثلا لما لقى صور على الفيسبوك انتشرت يقولوا دا الفنان مش عارف اللي قدم دور إيه طفل في مسلسل كذا شوفوا شكله بقى عامل إزاي دلوقتي فبنقض نشوف عشان نقارب فإحنا بندور على دا بالضبط لاز كمان إن إحنا زمان كان انتاجنا للطفل كتير قوي فما كنش مجرد إك هتشوفي الولد الصغير في مسلسل درامي لا إحنا الصغيرين كانوا بيشوفونا في برامج الأطفال والكبار كانوا بيشوفونا في الدراما بس فكنا احنا متواجدين بكسافة كنا أنا وجيلي يعني أنا ويسام حمدي ووحمد عقل ومؤمن حسن كان قبلية مؤمن بشوية وندر حسن وهند حسني يعني كنا مجموعة كبيرة جدا من الأطفال بصراحة كنا منتشرين وكان كل واحد فينا معلم في حتة كده فكان الحمد لله كان دون مش